بسم الاب والابن والروح الكدس ان كان مسيح في الاول كلمنا على اركان العبادة سوم وصلة وصدقة الكنوز يعني وده انسان في الطريق الروحي يجرب وينتصر وان كان يشرد ويضل يرجع وان كان مراوغ ومش عارف يعبد ربنا ازاي يسجد ربنا بالروح والحق وان كان خطيته طويلة المدى مسيطرة عليه مع الجزاء يشفى والنهاردة ان كان حتى اعمى ولا يبصر ولا يدرك فيعرف كل ده سره فين في رب المجد ايه يسوع قائد الرحلة وصاحب الرحلة التطور الطبيعي الانسان الصائم اللي بيجاهد ان هو يعرف ربنا اكتر وعمل ما كنيسة الام كان بتقول اسوام واستهلاك للجسد دون فهم دون ادراك ابدا القديس بولي سرسولك يقول ان انتوا في تقدمكم وايمانكم وفضلتكم تكون بمعارفة من غير من غير جهل ربنا انا ما اردش ان تبقى طوما يبقى شاكك فظهر له مخصوص عشان يثبت له انه هو هو اله القيامة عشان يخليه مؤمن وعارف حريص حريص جدا ربنا يسوع مسيح انك انت تكون فهمه هو مين وده غرض العبادات كلها وغرض المسيحية كلها نارده اتكلم على ثلاث نقاط بسرعة عشان الوقت ايه هي المعرفة وازاي حتى اللباء الرسل وجذب ذات القديس يوحنا الحبيب في انجيله اتكلم عنها بنفس او بنفس تاني حاجة مصادرها هنمر عليها بسرعة تالت حاجة خصوص النهارده النتيجة بقى النتيجة ان الرجل ده فتح ما هيك المعجزات فتفتيح العميان كانت كثيرة ما بين سامعة لثمانية ومنقول ما بين لان ربما يكون في حاجة متكررة وذكرها الانجين انت ذكرت في كل الايه الانجين رغم ان المسيح في معجزات اخرى كان يعمل مرة كده او مرتين بالكثير ان كان شفاء اخرص ولا شفاء ابرص ولا حتى اقامت الموت اقامت ثلاثة بس اكبر عدد شفاء هو فتفتيح العميان كانت مرتبطة بالمسيح نسمع النقلية وقال ليش اقاموا موتة بس فتحو شعوميان كانت مرتبطة بمجيل ايه شي كده قالوهم النهارده اصبح الرجل ده كان شخصية وعية وناقش الفرسين وقومهم ودافع عن المسيح ودافع عن المعجزة اللي حصلت له قالوهم لم نسمع منذ البدء ان نحدد فتح عين نحن عندنا كتاب مقدس وماليان معجزات والانبياء عامل معجزات ما اسمعناش يبقى ده بقى حاجة مخصوصة جدا فدي كانت بتاعت الايه من علامات المسيح ومع ذلك الفرسين يعني كانوا ايه قفلين دماغهم وقفلين ايه قلبهم اخشى ليكون في حياتنا الروحية بنجاهد والبعد قفل قلبه او قفل عقله وهو مختفي بممارسات وباللي عارفه فقط يعني لا ربنا عنده كنوز المعرفة معرفة ربنا غنية غنية لتسكن فيكم كلمة الله بغنى ايه المعرفة بقى معرفة دي اشراقة فكرة الاشراك والاستضاءة موجودة من الايه في العهد القديم كان يتكلموا عنها كالسرين يقولك اشرك من سهيون اله كمال الجمال اشرك في المزامية واشا يقول يقول ايه ان ربنا عشا يشرك للشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما فكرة ان في نور يجينا حاجة تنورنا تخلينا عايشين كده في النور مش في الظلام موجودة وتلاقوها كتير ايه في العد القديم وفي المزامير انر يا رب انر علينا بنور وجهك انر علينا بنور ايه وجهك يبقى هنا المعرفة استنارة وادراك وفهم وحس بالقلب وايمان بشخص ربنا يسوع المسيح مش تعرف ربنا اعرف بس ما عرفش على حاجة عنه ما اؤمنش بدا عارف كل حاجة عنه ومن الوسائد كده انا عدى لها بسرعة اللي تعرفني مين هو ربنا الانجيل هو يعرفني مين ربنا في كل حاجة انجيل يتكلم على المسيح المتجسد يبقى هو الاله المتجسد كلم مسيح ابن الله كلم على المسيح الله اللي عنده قدرة على الطبيعة وعى المخلوقات وعى الحياة وعى الموت وعى السماء وعى الارض وعى الجحيم احنا عرفوا كده كلم عنه ان هو نور العالم والنهاردة الانا هو نور العالم العالم كله ده الخليجة كلها مين بنورها هو مش بالشمس والقمر الشمس والقمر دي احدى مخلوقاته احدى المخلوقات في الاجرام وفي السماويات وفي الفضاء احدى اما هو فنور العالم بمعنى ان هو الذي يعطي استضاءه وحياه معرفة للعالم ايه كله انجيل قال لنا ان هو خبز الحياة هو اللي يغزي هو اللي يحيي وقال لنا ان هو ماء حي هو يحيي من يشرب من هذا ماء لا يعطش ابدا مش مائزة اللي بنشربه قال ليه اله 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 وقال كتير يبقى مصادر العظيمة جدا 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 نتعرف ونعرف والمعرفة دي تنور نفسنا وعقلنا هو الكتاب مكادس نسيبش الكتاب نسيبش وعلى وجه اله نسيبش ورح مدينا نموذج او نماذج من المجد على جبل التجلي في القيامة مجد وقال كلم عن المجد قال ابن الانسان سيأتي في مجده ومجد أبيه الله له مجد ولكن يسوع لانه في الجسد كان المجد محجوب كان محجوب مش ما قدرش يبينه لان البشر مش يستحمله اخلى جسده اخلى نفسه جاء في شكل الايه العبد ولكن له مجد مجد عظيم قللك مجدني بالمجد الذي لي عندك منذ البدء اللي سابه في السماء وجنة على الأرض فله مجد استضاءة واستنارة وبهاء فربنا اللي عمل مواجزة الخليقة دي هو الذي أشرق هو نفسه أشرق أو أشرق نوع في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح المسيحين دول محظوظين قوي ومميزين جدا لأنهم يعرفوا المسيح فالشاطر بقى اللي يعرفه يؤمن بيه يثبت فيه ويتغزى بهذه المعرفة من خلال الايه الكتاب الايه المقادس دي يعني ايه معرفة بسرعة اوكي مع المعرفة وهبنا بقى كلم عن الايه الهبات العظيمة قديس بطلس الرسول قال كده في رسالته الأولى رسالته التانية لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا معرفة ربنا هتدينا النعمة والايه هنتطمن ليه نقاب بسماوي وعظيم وبيحبنا وخلصنا ودينا السماء نقلقش فيكسل لنا النعمة والايه السلام في معرفة الله ويسوع المسيح لو انت قلقان وتعبان ومضطرب انت معرفة ربنا حميك محافظ عليك ده مدبر لك كل حاجة النفس مدبره الشعرة في رأسك مدبره الثانية الفنتو ثانية والفنتو ثانية مدبره احنا اولاده هو اله عظيم قل لك كما ان قدرته الالهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والطقوة ادي برضو هبة اخرى يبقى تقصل لنا النعمة والسلام وقدرته الالهية وغناه ده وهب لنا ايه كل ما هو للحياة والطقوة اني حياة دي اللي على الارض اللي على الارض دي جزء منها لان نشترك مع بقية المخلوقات الحية في مخلوقات حية اما هو في اقصد كل ما هو للحياة اللي هي اولها وبدأت هنا ثم الحياة التي لا تنتهي والطقوة بمعارفة الذي دعانا بالمجد والفضيل شفتوا بقى السمار ده احدى يعني احنا هنمر بسرعة ان هنا فعزة قداس بتساعدنا زي ما قلت قرية الانجيل وحفظ الوصية وقالها بقى القديس يوحنى صراحة يبقى نور تلوقتي تالت حاجة علاقة معرفة ربنا والاستنار بيها بالوصية وان نسبة الانجيل هو مصدر الايه ان هو كلام الله تكلم عن نفسه يقول له بهذا نعرف اننا قد عرفناه ازاي قديس يوحنى من تفاهم وشفت وعينت ان حفظنا وصياء ان قرناها واملنا بيها وعملنا بيها وحفظناها نتأكد ان احنا عرفناه من قل قد عرفته وهو لا يحفظ وصياء فهو كاذب ولا يسالحق فيه اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله بهذا نعرف ان انا ايه فيه هذه تالت ايه نقطة فاضل ايه ايتين عشان ايه نكمل اول جزء لقطة المعرفة والاسينارة قالها برضو الكديس يوحنى ونعلم ان ابن اللقد جاء وعطانا بصيرة بصيرة ليه محفوظة فكرة تفتيح العميان للمسية انها مرتبطة بالبصيرة البصيرة دي اللي هي الرؤية الداخلة مش فكرة عين فتحت يعني ونعلم ان ابن الله قد جاء وعطانا بصيرة لنعرف الايه الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا والاله الحق والحياة الايه الابدية يبقى هنا معرفة ربنا تدينا بصيرة تدينا استنارة تدينا ادراك تدينا وعي نشوف الله اللي هو فوق الزمان ونشتهي ما هو رأي الزمان الابدية ونؤمن بيها ونعمل من اجلها شفتو ناس بتعمل من اجل حاجة ما شافوهاش اه بس نؤمن بيه نؤمن ايه بيه مشitative علم Proper والنمو لتسلكوا كما حق للرب في كل رضا جreesون في كل عمل صالح ونمّم في معرفة ايه الله كثيرا والممارسة الساقة والتكوى الكثيرا والتوبة الكثيرة والالتساق باله الكثير يقدم ننمو في معرفة الله ونشمل في كل عمل صالح الشكل استطاع بالنسبة المصدقه هو الكتاب المكرتس ضروري كلمة الله الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما الكلمة دي من البداية كلمهم بالأنبياء كلمنا في ابنه اللي تجسد عشان كلمة ربنا يسوع المسيح في الإنجيل الحاجة الثانية مصدر معرفة إنك توجد في حضرة الله نفسه بالصلاة خش مخدعك مش عشان فقط تنفذ وسيل أو تطلب تلبوت لأ لأنت بتوجد نفسك في حضرة الله في حضرة ربنا المقدسة دي تعطيك النعم من دمن النعمة لنك تعرفه صلي كتير تركزش على تلبوتك يقولك إن أنا بكم يسوي يعلمها هو عارف وما تشغلش نفسك بيها لأنه يعلمها هو عارف كويس هامد إيه مع ولاده ومع بناته وفي الشغل وفي الفلوس وفي الأكل والشرب وفي الحرب عارف عارف ركز إنك تعرفه شكاية دقود كان جميل أو يقولك أطلب وجه الله والوجهه ألتمس كان يركز على تلبوت شوية لأنه طبعا كان في مرار ولكن في وسط مزاميره كان يتكلم على شخصه هو أطلب وجه الله خلي بالكم يا حبا إحنا في صلواتنا لينا تلبوت اللي إحنا عاوزينها يعني والله عنده عطايا مش اللي إحنا عاوزينها فقط أو ممكن ما تكونش اللي إحنا عاوزينها اللي إنت في أماثل إحتياج لها ولا هتفرحها عشان كده قال الكديس بولس في إحدى رسائله إن الروح الكدس يشفع فيكم بأنات ليونطق بيها يعني في حاجات إحنا مش قادرين نعرفها الروح الكدس هيبهلنا فالله غني فما تركزش على اللي إنت عاوزه أو اللي إنت عايشه أقول له ده في إيه ده كم أنت عارفه ما تمتعني بيك أنت بقى ما أنت لو خدت الله نفسه أنت خدت كل حاجة كل حاجة فيبقى الكتاب والإيه والصلاة تهيأ إزاي بقى عشان توصل معرفة ربنا الجميلة دي جو قلبك يبقى القلب طاهر يبقى دي التوبة دي كلها ساعت ساعتنا للإيه لمصادر الإيه المعرفة النتيجة بقى النهاردة الرجل ده بين لنا النتيجة أولا أقرب حالته قاعدوا يسألوا يتناقشوا معاه قالوا ما نعرف حاجة واحدة أنتوا ما تغلبونيش بقى كنتوا أعمى ولا أنا أبصر أنا كنت في حالة وتبقى في حالة تانية الرجل كان عاش في الظلام وهنا برضو الفكرة عايشين في جهل عايشين في خطية عايشين بيدي عن ربنا تبقى نعرف ربنا منورين فأقر فإحنا برضو معا النهاردة كده بحكمة نكر كنا وقالها القديس بس في أكثر من ماضي كنتوا قبلا جهلة أو في جهل أما الآن فنور في المسيح كنتوا لو مش عارفين تلوقتي عارفين تلوقتي مضلمين تلوقتي في نور ما لكم فنكر النتيجة إن أنا تلوقتي ربنا أحرفك أؤمن بيك أصق فيك دي أول إيه النتيجة تاني النتيجة قالوا تؤمن قالوا أؤمن أؤمن يا سيد مين هو أنا اللي بكلمك أؤمن يا سيد أعلن إيمانه بقى وإن إيمان يعني ثقة يعني سبت إيه في المسيح وقولك بعد ما قال كده وسجد إيه له يبقى خضع سلب حياته أدي النتائج تعرف ربنا بجد تقر بحالتك إحنا جزدانيين وضعفاء وخطاء ويمكن العالم أخذنا شوي أو الهموم والمشاغل واخدنا إيه شوي ولكن الآن أبصر وعاز أتمتع بالبصيرة دي بصيرة ربنا ومعرفته الحقيقية وتطور الأمر لثقة وإيمان إيه فيه وتطور الأمر إلى تسليم حياتي وأخذ عليه بالإيه بالسجود أدي نتيجة الإيه معرفته والإستنارة بشخص ربنا يا سعد ربنا يا هبنا هذه النعمة العظيمة ويكملنا أيام الصوم ونفرح بفرح قيامته وخلاصه لإله المجد دائم الأبل